هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري استقبل المطار اليوم طائرة الخامسة وثلاثين من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة بحمولة عشرة أطنان من المساعدات وكان المطار قد استقبل خلال الساعات الماضية طائرات من الكويت والعراق والأردن محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة